أولاً أهلاً وصلاً بكم يمكن أنت بترجعنا لسنة 83 بترجعنا العدد أنا حفاكره تماماً 164 من مجالة National Geographic العدد ده كان بيتكلم عن تكنولوجيا الأكمار الصناعية وأهمية الاستشعار عن بعد وإيه اللي ممكن يحصل ويمكن ده كان قبل 30 سنة من إطلاق مشروع كابر نيكوس من وكالة الفضاء الأوروبية وهو مشروع خاص برصد الأرض عن طريق الأكمار الصناعية من خلال مجموعة من أكمار سنتنرز والحمد لله بشرف أن أنا موجود في يوم التساة المنظمة الأوروبية للأرصاد الجوية والمسؤولة عن التشغيل للأكمار الصناعية الخاصة بكابر نيكوس لرصد الأرض يمكن الملهم في العدد ده أن العدد كان بيتكلم عن مصر بيتكلم عن سيناء بيتكلم عن الرصد من الموقع لسيناء وأهمية رمال سيناء وأهمية الوضع البيئي في سيناء وكانوا مبهورين جداً بباحث عظيم موجود بيتكلم عن الرمال والوادي رمال موجودة في أراضي سيناء وهو علمنا الجليل الدكتور فاروق باز ويمكن هو الملهم لكل قصة حد قدر أن هو يدخل في مجال استشعار عن بعض أو يتعلم علوم الرصد يمكن الكلام ده دكتور فاروق باز كان بيتكلم عن سيناء وعن رمال سيناء قبل أربعين سنة من الوقت وهو حالياً بتتجه رئاسة وبتشرف مصر باستقبال مؤتمر الأطراف الخاص بالتغيرات المناخية للأمم المتحدة وتكليف رئيس الجمهورية لعدد من الاستشاريين لتحويل شرم الشيك لمدينة صديقة للبيئة ويمكن كلفت من ضمن الاستشاريين بعمل الرصد البيئي عن طريق أقمار كابر نيكول لشرم الشيخ بشكل مخصص لبدء مشروع الجرين سيتي قبل الاستقبال الكبير لممتدى الأطراف ويمكن مع يومة سات ورئيسة الجهاز شؤون البيئة قدرنا أن احنا ندرب أغلب العاملين في جهاز شؤون البيئة خصوصاً في المعامل المركزية على استخدام تقنيات الأقمار الصناعية بمجموعة كابر نيكوس للرصد البحري لمنطقة خليجية العقبة وسويس ويمكن من النقطة التي نحن سعداء فيها ويمكن حالياً كمان بنعمل في إطار بورتوكول تعاون مبين وكالة الفضاء المصرية والمعهد القومي لعلوم البحار في محاولة أن نعرف الشباب ونعرف خارج الجامعات ونعرف العاملين والباحثين في مجالات الرصد البيئي بأقمار رصد الأرض اللي بنطمح في المستقبل أن يكون عندنا أقمار صناعية مصغرة وبعدها أقمار صناعية يتم إطلاقها بخبرات مصرية لعمليات الرصد للأرض بس سعيد بتواجدي معاكم النهاردة وسعيد بالحديث دي شكراً جزيلاً ممكن تعليق؟ أنا فاروق الباز طبعاً دكتور نتفضل أي دكتور طبعاً بس هم بيتكبروك يعني نعم بيتكبروك زيب عدو لأنا مبسوط أنه أنا عجوز بس في الحقيقة الكلام ده كلام كويس جداً وأنا مبسوط أن أول مرة أسمع أنه فيه مهمة أن نحن نعمل شرم الشيخ بلد يعني بيئية وكلية وتماماً ودي حاجة تفيدنا وتفيدنا وتفيد فكر العالم عننا فأنا سعيد للكلام ده والحقيقة أنا سعيدت جداً بالمداخلات كلها وشعرت إن إحنا حقيقة بدينا حاجة كويسة في مصر وإن دي هتبقى النتيجة الحتمية لها إن إحنا سوف نشارك في دعم العلم والمعرفة في علوم الفضاء كلية وتماماً وخاصة هندسة القضاء ولذلك فإني أحييكم جميعاً وأطلب وأقول لكم إن أنا على استعداد المشاركة في أي وقت في هذا المحور في أي وقت وأي مكان لدعم هذا النشاط ترجمة نانسي قنقر